اشتركوا في القناة 335 مليون دولار بالاضافة الى الزامه بدفع مبلغ جديد قدره 72 مليون دولار يتي هذا الاتفاق بالتزامن مع الازمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن السوداني بالاضافة الى رفع الدعم الحكومي عن المحروقات ما تسبب في زيادة معاناة المواطن اكد رئيس وفد حركة تحرير السودان جناح من ناوي بخيت بشير عن اهمية ان يعمل شركاء السلام الموقعين على اتفاقية سلام جوبا والحكومة مع بعضهم بجد لتنزيل الاتفاق الى ارض الواقع اقال بشير لدى حديثه في ندوة نظمها المركز الافريقي لدراسات ان السلام لو لم يجد شركاء حقيقيين يظل مجرد وثائق مكتوبة مشيرا الى كلفة الحرب الباهضة موضحا ان الاوضاع في السودان الان متردية تحتاج ان يتحرك الجميع لايصلاحها وان يحسوا بانهم على مسافة واحدة من الوطن اتفق وفد الحكومة وقادة الجبهة الثورية على تحديد الخامس عشر من نوفمبر المقبل موعدا جديدا لأصول قادة الجبهة الثورية السودانية الى الخرطوم للاحتفال باتفاق السلام قال رئيس لجنة الوساطة الجنوبية المستشار توت جيلواك في تصريح صحفي ان اطراف العملية السلمية ولجنة الوساطة والشركاء السلام سيحضرون هذا الاحتفال بالخرطوم اعلن المجلس المركزي لقوى الحرية وتغيير رفضه لتصريح قوات الشرطة ردا على بيان والي الخرطوم حول احداث موكب الواحد والعشرين من اكتوبر اصف البيان تصريح قيادة الشرطة بالمؤسف والسابقة الخطيرة التي تقف قح ضدها بحزم اكد البيان ان توصية لجنة امن ولاية الخرطوم رئاسة مجلس الوزراء لإيقاف الضباط المسؤولين واحالتهم او احالتهم للتحقيق هي اقل ما يمكن فعله للمضي في تنفيذ مهام الفترة الانتقالية نهاية الموجز شكرا لطيب المتابعة الى اللقاء